المباراة ما بين فرقين دايماً بيقولوا ولاد العم دايماً بيقولوا ولاد العم المصري ما ليش دعنا ولاد عم التانيين يروحوا بده يدول دايماً بيقولوا دايماً فيه وجهة نظر جميلة بين المشاجعين في الإسماعيل بين المشاجعين في المصر البورسعيدي جمهير بورسعي جمهير الإسماعيلية كل الأمور دايماً بتبقى مش عادي جداً النهاردة فيه مباراة على استابورج العرب فيه بعض جمهير من جمهير الإسماعيلية بعد الحضور من جماهير المصري البورسعيدي في ولدين من المصري صحاب ومن بورسعيد عندهم تقريبا يعني 12 سنة اتفقوا انهم يعني يجي يتصور في مدرجات نادي الإسماعيلي ومن هنا حصلت المشكلة اخدوا الاسكارف الخاص بي بالنادي المصري وحصلت المشكلة وحصل اللي حصل وشفتوه على مواصل التواصل الاجتماعي ومنها تكسير لكراسي ومنشآت استاد بورج العرب اللي دايما حاضن كل الجماهير وكل الفرق في اوقات المشاكل لو تذكروا دايما مش هنقول كده احنا لنجامل فيها المسؤولين في استاد بورج العرب استاد الجيش بورج العرب او في المصري او في الإسماعيلي استاد بورج العرب في احلق ظروف اللي مرب بها البلد من ظروف خاصة كان هو الحاضن لمنتخب مصر الحاضن للنادي الإسماعيلي الحاضن للنادي النادي لحد الذي الزمالك في بطلاتهم الأفريقية وكانوا دايما عند الحدث والزمان والمكان أنك أنت بتروح تتفرج على المباراة والمباراة خلقت للجماهير ودايما هيبقى فيه أكيد عقابات ونستعرض للعقابات اللي هي خروج الجماهير على النص في النهاردة في إستابورج العرب لكن إنت تيجي عشان بتتفرج على المباراة تكسر منشأة عامة أو منشأة خاصة أو منشأة عسكرية أو 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 لا هو ده اللي احنا من قبلوش وإن ده دايما نقف قدامه بالمرصاد ونقفه نقول إن ده خروج على النص وإنك تخرج على النص يبقى فيه عقوبات وربط في الأندية المصرية في السنة الثالثة برئاسة النائب المحترم أحمد ياب الناس ماشيين بخطة سابتة وعملين وموفرين حتى في فترة التوقف الدولية عملوا كاسر ربطة عشان برضو الأندية اللي بيجيب فرقة تلعبها تجيب فرقة تلعب ما تشودي لا بيعمل لك مسابقة في صبغة رسمية اللي هي كاسر ربطة اللي منها شارك سندي سراميكا كولباترا شارك فيها في كاس السوبرموس في دولة الأمارات العربية وعملوا فيها شغل كويس جدا بالتالي انت خرجت على النص النهاردة والأمن متولي الموضوع والموضوع الآن في حسن الأمن وبعد كده يبقى في حسن النيابة لكن في حوزة النيابة لكن انت لازم يبقى عندك رصيد كافي من المصدقية وإنك من الاحترام ومن الإتزام المشكلة ولا جاي يتصور في ملعب المدرجات الإسماعيلي أو راح يتفرج في مدرجات البنصر بورسعيد أنا مش شايف فيها مشكلة المباراة خرجت تعادل ما بين فريقين الإسماعيلي النهاردة كان شكله كويس جدا المصر رجع في نهاية الشوت التاني وتعادل في المباراة أنا مش شايف أي مشكلة خالص مش شايف أي أمور خاصة توصل بنا للي حصل النهاردة واللقاطات يا رتما انزحاش عشان برضو منقش متبنيين الإصارة متبنيين المشاكل لكن انت خرجت عن المصر هناك عقوبات ولو العقوبات يا جماعة موجودة معانا زمالي في العيدات كانوا مقالين إحنا مجهزينها نستعارتها كلا معانا في التوي ونتكلم فيها ونقول أنك اللي حصلت عملت مشكلة خرجت عن المصر بتتوقف كم مباراة قسلت منشآت فيه غرامات مالية عليك وكذا 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 يا جماعة إحنا بنتمنى إن الجمهير ترجع تاني بنتمنى إن إحنا نرجع تاني لمدرجات كورة القدم المصرية ونقول ليه الأمن ما بيرجحش وليه الجماهير ما بترجعش كاملة وليه إن إحنا فيه مشاكل والأمن ضدك لا الأمن مش ضدك الأمن دايما ورؤية الأمنية اللي بنقولها تعظيم سلام في أي مكان الأمن ما بيبقى شايف إن حضوري جماهيري في المباراة دي X أو Y أو Z الحضوري الجماهيري 10 ألف بقى 10 ألف 5 ألف بقى 5 ألف مش عايزين بقى بعد كده نجود ونجامل ونتكلم من دماغنا ده الكلام ده كل جماهير مصر كلها ما بخصش النهاردة عشان مشكلة حصلت ما بيجين جماهير الإسماعيل وجماهير مصري دول هم الاحترام التقدير ودول هم احترام التقدير ويوم اتكلمنا على الجماهير دي وقلنا الجماهير المصري وجماهير الإسماعيل وجماهير المحلة وجماهير التحاد السكندري كان لها مفعول السحر في بقاء بعد الأندية فأحلك فتراتها في دول المصري قلنا الكلام ده على فكرة إحنا ما بنجاملش أو إحنا محتاجين إن إحنا حد يطلع يقول ده محمد قال أو ميدو قال أو بركات قال أو برنامج الرومونت ده بيجامل لا بنجامل ده ولا بنحاب يدعى على حساب ده إحنا بننقل الصورة مجردة والصورة الواضحة ولما يبقى الصورة فيها يعني بيكسل كده وبيزة ومش حلوة لا بنقول الصورة مش حلوة ترجمة نانسي قنقر